ممثلاً لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد بون شرع وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة بزيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واستقبل العمامرة بقصر بسمان العامر من قبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حيث سلمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد بون وأبلغه تحياته الأخوية مجدداً له تهانه الحارة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبدوره حمل الملك عبد الله رمطان العمامرة نقل تحياته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد بون وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب الجزائري بالمزيد من التقدم والازدهارة